أبناء العزاء الطالبات وطلبات الصف الثالث الزراعي السنة أهلاً ومرحباً بكم في بيوتنا مدرسة والأول حلقة جديدة من حلقات اللغة الإنجليزية أهلاً بكم النهاردة إن شاء الله معنا مراجعة خفيفة هتكون خفيفة ونستفيد منها إن شاء الله هنحاول نراجع مع بعض ونفتكر ونحل ونشوف ونعرف نجواب على الأسئلة إزاي اللي تخص خمس أنواع من أسئلة ورقة الامتحان يلاً بنا نبدأ المراجعة بتاعتنا بس قبل أن نبدأ حابب أقول لكم أن ياريت كل واحد يكون معا ورقة أو ألم عشان يكتب معايا ويتفاعل إن شاء الله بدايتنا هنبدأ الأول بسؤال يخص الجرامر والفوكابللي اللي هو كلام اللي يخص القواعد اللغوية بتاعت اللغة الإنجليزية وكذلك الكلام اللي يخص الفوكابللي الكلمات الجديدة اللي تخص المنهج سؤالنا عبارة عن عشر جمل بيجي في الامتحان خمسة منهم للقواعد وخمسة للكلمات هنبدأ بالخمسة اللي يخصوا الجرامر وهنبدأ معنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده هنبدأ هنشوف الجمل معنا نقرأ كده أول قطعة خد ناخدها معنا معنا الخمس أسئلة أو السؤالين نقرأ مع بعض كده السؤال أول بيقول هنختار من الأسئلة اللي قدامنا دي تعالوا نشوف نقرأ مع بعض كده أول سؤالين ونحاول نختار بس قبل ما نختار لازم نقرأ الجملة كلها ونقرأ الأربع اختيارات ونشوف هنختار أي جملة فيهم نقرأ مع بعض كده نمبر 1 يقول لي I have come back from upper Egypt يطرأ حط في النص هنا ever ولا yet ولا just ولا since نمبر 2 have you driven it هنا هنختار already ولا never ولا yet ولا ever نمبر 3 I read the letter yet don't ولا haven't ولا hasn't ولا have هنراجع هنا أمتى أستخدم كلمة من الكلمات اللي احنا شايف هنا الناس أنا شايف حد بيشاور على كلمة since سأقول له since ما تنفعش عشان since لها معنا تاني في حد قال just أيوة just وجست هنا معناها بتحدد وقت الكلام أمتى يبقى فاكرين الكلمة just مع present perfecter والمضارع التام اللي بقول لي ان في فعل حصل من فترة بسيطة نمبر 2 have you driven it وفي ده question أيوة سؤال مين الكلمة اللي في الآخر السؤال نمكن نستخدمها هنا حد يقول لي ها استخدمنا already ولا yet ولا never ولا ever أيوة yet لان هي اللي بتيجي فين في آخر السؤال نمبر 3 I read the letter yet I did the yet جت في آخر الجملة آتيه في آخر الجملة طب ترى الفعل المساعد بتاعي اللي هيكون موجود معاها ايه من الأفعال الأربعة لعندي هل هيقول هنا I don't read ولا I haven't read ولا I hasn't ولا I have أيوة صح haven't وده هنا يعرفنا كده النجاست بتيجي في النص الجملة معناها ان الفعل اللي التوي لس حاصل يت معناها لسه ما عملتش الكلام ده بتيجي في سؤال أو في جملة المنفية طب المجموعة التانية اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي ونحاول نقرأ مع بعض كده ونشوفها بتقول ايه number one do all of my homework tonight has to have to mustn't have number five space you have to go to school on saturdays are has do have النصف اللي اخذ باله احنا بنرجع هنا ايوة بنرجع حاجة اسمها necessity الضرورة اللي بستخدم فيها كلمة بتقول لي هل لازم اعمل الكلام ده ولا لا ولا مش لازم يبقى في الجملتين اللي قدامي واللي بقين بعدهم ان شاء الله هنختار بقى بين have to has to ازاي في الجملة الاولى do all my homework واجبي كله مفروض اعمله لازم علي يبقى هي الكلمة اللي بتديني اللزام اتنين حد يقولي هنا has to وهنا have to طيب I هتاخد معاها ينفع has to ولا have to ايوة صح have to لانه have مع الجم هاز مع he وشي و it number five will you have to go to school on saturdays this is a question ده سؤال وسؤال هيبدأ ب auxiliary verb فعل المساعد هيحمل معنى هل هل من الضروري هل لازم عليك ان انت تروح المدرسة يوم السبت طيب عشان اقول هل لازم هنا هبدأ باي فعل المساعد معايا الناس معايا كده نفكر هل هبدأ ب are ينفع اقول are ينفع اقول has ولا ينفع اقول do ولا have ايوة صح مع you هاخد هنا have ولا صح do عشان اقول do you have to هل من الضروري ان تفعل المجموعة التانية اللي معانا هنا هنقرها مع بعض كده ونشوف بترجع اي grammar عندنا number six بيقولي children in Egypt to go to school on fridays doesn't have to don't have to don't have بس ولا has to احنا تاني بتتكلم هنا على النسلسة الضرورة هل ضروري اعمل الكلام ده فعشان عبر على عدم موجود ضرورة بس بنفع ازاي اللي فاكر بقى بنفع عادة موجود ضرورة ازاي من الصحف النفي هنا بقولي children in Egypt الاطفال في مصر عموما يوم الجمعة بيروح المدرسة مش ضروري يا طار هاخد هنا بقى doesn't have to ولا don't have to ايوة انا سامع الناس بقولي children جمع يبقى الجمع بياخد don't ما ياخدش doesn't don't have to number seven بترجع معا grammar تاني نقطة في القواعد تانية يا طار اخدت بالك منها بقولي as they off the bus one of them fell and hurt his leg في عندنا got وفي was getting where getting gets اه في ناس شفت as as هي when لو فاكر as when while ده زمن ايه بترجع البست continuous ايوة في ناس فاكرة طب البست وكونتنيوس اللي هيجي مع as مع they هياخد مين a صح where ما ينفعش was ما قال لي was or where زياد ing ايوة ما ينفعش was عشان عن عايز جمع المجموعة اللي بعد كده نقرأ مع بعض المجموعة اللي بعد كده بتقولي number eight he his leg while he was playing football break broke breaks breaking number nine when we got home he television was watching watch watches watching اجين تاني معنا اللي بقى يفتكر معايا شايفين الكلمة اللي في النص ديت while ايوة معا بست ما هو بست انت عايز منين يبقى تاني ايوة احنا فاكرين انه مع بيجي معايا بست سيمبل طب اللي هو فعل الاقصر مين اللي معايا هنا هل هي break ولا broke ولا breaks اه لو انا مش عارف احنا عارفين البست سيمبل الفعل المنتهي بحرفين ed ما فيش هنا ed الناس لو انا ناسي ال regular verb يبقى انا البست عمره ما يكون infinitive مصدر هستبعد مصدر break المصد عمره ما يكون في اخر s هستبعد breaks البست عمره ما يكون في اخر ing هستبعد المصدر المنتهي s المنتهي ing يبقى broke هي البست بتاع صح كسر رجله عندما كان يلعب كرة قدم when we got home هي television اجين بست كونتينيوس هستخدم هنا الزي باب ولي when اللي عندما always watching ولا watch ولا watches ولا watching ايوه عشان عندنا هاي وwhen بيجي بعدها بست سيمبل ماضي بسيط والفعل التاني بست كونتينيوس وانا عايز احط هنا ماضي مستمر اللي هو عبارة عن was aware والverb بتاعنا مضاف اللي هي ing طيب هنا هنا واحدة بس اللي هي بست كونتينيوس was i was watching طيب معانا المجموعة اللي بعد كده هنشوفها ونقرأ نمبر نين بتقول i have been waiting 20 minutes since ago for n نمبر 10 we have left here 1997 n for ago since اه انا شفت الناس قالوا ده سنس وفور مشهورة او سنس وفور بتاعت البرزنت بس سنس معناها منذ ويبقى يجي بعدها وقت يبقى التعبير اللي يجي بعده لازم يكون بيعبرلي عن الوقت طيب نمبر نين بقى 20 minutes دي period period of time مدة من الزمن المدة المحدودة ما تنفعش معها سنس ما تنفع معها ايوة تنفع فور يبقى لمدة نمبر 10 وقت وقت حدوث الفعل يبقى هستغذ منا مين بقى سنس ممتاز سنس صح نشوف المجموعة اللي بعد كده نقرأ مع بعد كده نمبر 11 بوليش هس بين studying english 3 years since ago 4 n نمبر 12 they have been here friday n 4 ago since هنحدد الافتر اللي جاي بعد الاسباس هل هو period of time يعني مدة من الزمن او وقت طب نمبر 11 اللي بعد الاسباس بقول 3 years و3 years يعني ثلاث سنوات بيحدد لنا وقت معين ولا مدة قال لمدة يبقى في المدة بيستخدم مين مين الين فا ايوة 4 4 3 years نمبر 12 they have been here friday يوم الجمعة الجمعة ده وقت انا ما اشعار فيهم الجمعة اللي فات ولا اللي قبل ولا اللي بقى بتحدد لوقت يبقى هاستخدم هنا مين sense عشان يبقل منزل يوم الجمعة المجموعة اللي بعد كده ثانية اراها مع بعض ونشوف الحال بتاعها نمبر 13 i mass for two hours have studied have been studying studied has been studying number 14 my uncle wheat for five years has been growing grew has growing ولا was growing لو بصينا في نمبر 13 هي شف الاختيار بتعد فينا have بس في حاجة جديدة in half ببقاها في number in being studying ده بيراجع معنا زمن اسمه present perfect continuous وعايزين نقارنه بال present perfect sample ايه الفرق بينهم الفرق بينهم ان present perfect continuous بيحدد للوقت اللي استغرق الفاعل في القيام باز الفعل اما present perfect sample بيقول ما تم قطعه من عمل انا عملت كام يعني المدارع التام البسيط المعلوم هنا ديني معلومة عن المدة اللي قطعت في اداء الفعل يبقى present perfect continuous اللي هو من بقى ايو الناس على طول العرفة continuous يبقى have been studied number 14 بل my uncle wheat for five years عمي بيزرع امح لمدة خمس سنين ولسه بيزرع ومن خمس سنين يبقى هو بيتكلم على المدة اللي استغرق ها يبقى ه has been growing present perfect continuous نشوف المجموعة التالت اللي بعد كده ونقراها مع بعد كده number 15 بل I my friend محسن for know have known new كريم dairy farmers five million liters of milk since 1960 produced are producing have produced have been producing if look again لو بصينا تاني لنفس الجروب الجروب هاتلا بيتكلم على present perfect continuous مضارع تام مستمر ولا مضارع تام بسيط number 15 في الجملة اللي احنا شايفين ها بولي my friend محسن انا عرف من عشر سنين هل ينفع اقول have been known اللي خلي بالي ايه ان في افعال ما ينفعش احطها في المضارع التام المستمر اللي هي زي no we see understand افعال الشعور والفهم والحركة يبه هنا رغم ان هو بديني معنى بقول المدة اللي بعرفه بس مش هنفع اخد have been no اما خمسة مليون لتر من الحليب يبقى ما تم عمله ما انجزها من فعل يبقى نفعش احط present perfect continuous ما هنعمل ايه اللي هو عبارة عن ايه have او هزا المجموعة التانية مع بعض كده نشوفها المجموعة التانية هتخص الكلمات اللي درسناها عندنا في المنهج بتاعنا وده لازم يكون واخدها وشرفها وعرفها كويس عشان هقارن الكلمة بتاعتي بالمجموعة باما عبارة عن choose وبعد كده في حاجة اللي هي terminology اللي هي number one اللي في المجموعة الاولية اللي نقرأ كده ونشوف زي ما قلنا هنقرأ الجملة الاخر بولي this machine aids in control best 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 nest you should buy economy tractors water speed fuel full this machine الالة الالة دي بتساعد aids في الكنترول في التحكم في السيطرة على ايه الالة بتخص ايه ايه احنا خدنا حاجة اسمها best اللي الاوباء بتخص best ده في الزراع عندنا best number two you should buy economy tractors الجرار الزراع لازم تشتريه بيكون اقتصادي في ايه اقتصادي في الووتر في الاسبيت ولا في الفول ولا في الفول ايوه في الفول للوقود يعني اقتصادي في استخدام الوقود الجروب اللي بعد كده المجموعة التانية اللي بعد كده فيه الفكاب نقرأ مع بعض كده number three بلي it's important for a tractor to be for the driver to be hard to be small ولا comfortable ولا fast number four be careful when spraying need water the chemicals can the water contaminate heat contain clear again these are the vocabulary دا الكلمات اللي احنا خدناها ودرسناها من unit one ل unit five it's important for a tractor مهم لأي جرار سراعي to be for انه يكون صفة للقائد للسواء بتاعه ايه هالله هارد صعب small صغير comfortable fast اه ناس قالوا comfortable لو لازم يكون مريح للسواء بتاعه number four be careful when spraying near water spraying لما ترش المبيدات الكيميائية near water بالقرب من الماء خلي بالي يحترس لي the chemical they can the water الكيميائيات اللي هي المواد الكيميائية هتعمل ايه في المية ايه ايه صح هتلوسه هتسممه في الكلمة هتسممه هنا بقى contaminate تفسده أو contaminate يلوس الجروب اللي بعد كده نقرأ مع بعض number number five هتسممه section بس بس عايز تنتباهكم وانه كل الجمل اللي انتم شايفين قدامكم ده من كتاب المدرسة اللي معاكم الامثلة دي من كتاب المدرسة فنخلي بالنا منها شوية لان هي اسئلة مهمة والجمل مهمة بولي كلمة small معناها معرفينه صغير typical poor old يبقى هنا المقصود ان العائلة المصرية النمطية المعتادة بتصرف او بتنفق ووسط large بنضيع large اه حد اقوله جزء جزء كبير من الطاقة لمستخدمة في البيوت بنستخدمها عبسة او هباء كده طب كلمة الجزء هنا ايه الكلمة اللي تديني معنا الجزء هل هي portion ولا port ولا peace ولا section portion اللي انا خدناها جزء من الشيء القدامي ده المجموعة اللي عندنا نقرأ number 7 insulation is a good way to our heating and cooling needs seduce deduce produce reduce number 8 refrigerators use the most energy out of all household out of all household bills applicants rooms appliances again رقم 7 بل insulation كلنا عارفين insulation يعني قال له العزل او المادة العزلة بعزل طريقة كويسة نعمل ايه في heating and cooling needs احتيات التدفئة والتبريد اللي بنحتاجها بنستهلك طاقة ال insulation العزلة بيعمل فيه ايه اه في عندنا seduce يغوي ما تنفعش يغوي او يغري ولا deduce نفس الكلام ولا produce ولا reduce deduce يعني استنتج ما تنفعش produce صح reduce يقلل هي سوري هي تبقى reduce اللي هي number D معلش هنا هنخليها الاجابة تحركت يبقى الاجابة دي مش B refrigilator use the most energy out of all household refrigilator يعتبر ايه في البيت التلاجة تعتبر اجهزة والجهاز الاجهزة المنزلية اللي عندنا يمين appliances اللي هي اجهزة منزلية الجروب اللي بعد كده المجموعة اللي عندنا nine ملك is pasteurized to ensure of any harmful microorganism to ensure destruction growth production number the physical churning of came causes milk fat globul two together come up look up link up get up كلمات عندنا اخدناها في المنهج بتاعنا اللي هي pasteurized من pasteur اللي هي العمية الباسترة للحليب الباسترة بتاعت الحليب بتضمن لاننا نعمليه في macro organisms harmful في الكائنات الدقيقة الضارة الباستورايز بتعملين ايه هل destruction بتضمر ولا بتنمو growth ولا production بتنتج ولا number عدد بتعمل ايه بتضمن لنا تدمير او اتلاف كل الفيزيكال churning اللي هي خض الكريم خض الكريم هنا المقصود بها القشطة عارفين القشطة لما نخضها بتسبب لنا اه بتنتج صح الزبدة ده بسبب ان ال fact globules اللي هي الكرات الدهنية اللي موجودة في القشطة بيحصل لها ايه بقى هل هي come up together ولا look up together ولا link up together اه بترتبط مع بعضها بترتبط ايه link up together المجموعة اللي بعد كده نقرأ مع بعض كده اه المجموعة التانية ال diyalogs وال diyalogs مهم جدا ده خلصنا ال grammar خلصنا بسرعة ال vocab وال diyalogs بتاعنا اللي هي ازاي اجاوب على سؤال محادسة سؤال محادسة مهم جدا وناس كتير بتحتار فيه طب انا احله ازاي اقل عشان احل سؤال محادسة يهمني اعرف ازاي اكون الاسئلة بكون الاسئلة وازاي اعرف اجاوب عليها طب تعالوا نشوف المناموز اجمعنا من ال diyalogs وازاي نكون سؤال وازاي نجاوب عليه عشان اكون سؤال لازم اكون اعرف ايه الافعال اللي بتساعدني في تكوين السؤال يبقى سماء الافعال المساعدة وايه انواع الاسئلة انواع الاسئلة عندنا نوعين من الاسئلة السؤال بنسمي yes no question اللي هو السؤال بجاوب عليه yes او no والسؤال yes او no question ده بيبدأ بفعل مساعد والسؤال التاني بنسمي WH question اللي هو السؤال بيبدأ باداة الاستفهام اللي بتسأل عن معلومة معينة بمعنى ماذا متى كيف اين يبقى بجيب اداة الاستفهام اللي تناسب المعلومة بتاعتي كل ده بنحس ان احنا محتاجين حاجة مهمة نعرف ايه الافعال المساعدة واكيد مرة علينا كتير من الافعال المساعدة هم اربع عنواع الافعال المساعدة اللي هستخدمهم في verb to be لو كن كلنا عارفينه اللي هو am و is و are والبسط بتاعه was aware في do verb to do do does والبسط بتاعه did في have هاف وهاز وهاد وفي الموضل اللي هي الافعال القياسية او النقصة وال والماضي بتاعه و كان و كد و شال و شد طيب الفعل المساعد موقعه فين في الاسئلة الفعل المساعد اللي جيبنا ده موقعه فين موقعه دايما بيجي قبل الفعل is he is she is it are you يبقى الفعل المساعد بيسبق الفعل لو عندي اداة استفهام بيحط اداة الاستفهام وبعدين الفعل المساعد تعال نشوف معنا في الدايلوج اللي معنا هنا فيه عندنا دايلك سوائل بيقول لنا فيه نقر كده عايزين نكمل الاجزاء النقصة في الدايلوج جمال بلهاي عادل وفي سبيس وسأله سؤال عادل قال له I am fine how about you جمال قال له I am fine too what did you do in the summer holiday عادل الرد عليه مش موجود الرد في سبيس جمال سأله سؤال كان اجابته yes I enjoyed my visit to her gada في حد يقول يتفرغين ورا بعض هجيبهم زي الفراغين اللي ورا بعض عادي جدا هنقرد دايلك من الاول الاخر وهلاحظ ان في السؤال الاول اجابته يعني بيقول له انا حالي كويس يبقى احنا خدنا لما بسأل واحد عن حاله كيف حاله بقول له ايه ايوة بقول له هاو وايام بحولها هتلاقي الاجابة هاو هاو سؤال بسيط واخدناها بلا كده كيف حاله قال له السؤال number two بقول له what did you do in the summer holiday ماذا فعلت في اجازل الصيف طبعا انا معرفت شو عمل ايه نكمل الاخر كده هنلاقي في الاخر بقول له yes I enjoyed my visit to her gada نعم استمتعت بزيارتي للغردقة يبقى هو هيقول له انا زرت الغردقة ايوة صح عشان يجاوب على السؤال what ليه اداة الاستفاهم اللي انتو شايفينها دي بحزفها وكذلك الفعل المساعدة ادت اداة فعل المساعد ويو هحولها الى I ورجع الفعل بتاعه I visited her gada يبقى هو زردقة استوال number three اجابته فا yes اللي احنا قلنا عليه من شوية yes no question اللي هو سؤال بيجاوب عليه yes او no في الحالة دي اعمل ايه في اخرها I D يبقى لما نلاقي الفعل الاساسي بتاعي منتهى ب I D ببدأ بمين ايوة ببدأ بحول I الى U واسأل كده اقول ايه did you enjoy ورجع الفعل بتاعي في المصدر يبقى did you enjoy your visit احنا غيرنا اه غيرنا my الى your يبقى بحول ضمائر المتكلم اللي بيتكلم عن نفس بقول I حولتها ل you اللي بيغيق يقول my بحولتها برضو اليور قلنا did you enjoy your visit to her جادا نشوف التاني يبقى خلي بالي عشان اجاوب على التاني محتاج عندي مهارتين مهمين جدا لازم اجدهم المهارة الاولى زي يكون السؤال المهارة التانية زي يجاوب على السؤال نفسه نشوف التاني كده ونقرأ هو كان خلصنا يبقى في عندي سؤال تاني اللي هو اللي هو وهنستخدم هنا الكلمات اللي موجودة ديت عشان اكون ايه كلمات اللي ريلايابول افوردبل ورانتي كريم سبيشيس سيريس تبيكل مرة تعليل الكلمات دي من يونت وان حتى يونت فاير وعايزين نكمل السنتنس دي الفراغات اللي فيها ونقول مين الكلمة اللي تكمل المعنى يعني نمبر وان بقول لي the GT300 tractor is very I can buy it كرار زراعي مركته GT 300 نمبر تو is used a lot on sweets and desserts number three this is a very flat the total area is 300 متر دي شقة مساحتها 300 متر وصفها ازاي number four مستر انور is always he never loves انور عمرو ما بيضحك number five john is a انجليش man he likes cricket tea fish and chips لو احنا عارفين معانا الكلمات اللي فوق يبقى سهل هيتكمل بقى reliable يعني اه حد من الفقل rely يعتمد على reliable يعني يعتمد عليه يعني شيء موسوك به كذلك affordable afford يعني يقدر يشتري الصفة منها affordable يعني ملائم اقدر اتفعتمنه warranty اللي هي الضمان cream قلنا القشدة suspicious فسيح مساحة وسيعة serious typical نمطي او معتاد تعالنا نحط الكلمة عندنا number one هنكتب ايما the GT tractors is very ayوا is very affordable هنحط هنا affordable number three number two is used a lot in sweets and desserts من اللي بتستخدم كثيرا في الحال وهنكتب هنا عيوة cream القشدة تستخدم في صناعة الحلوة و desert المقبلات this is a very flat الشقة دية total area بتاعتها مساحيتها 300 يبقى spacious فسيحة فسيحة مصر عنوار is always he never loves اللي ما بتحكش ابدا انه يبقى شخص جاد يبقى serious بقى نكتب هنا كلمة serious number five john is a englishman الرجل الانجليزي معروف عنه حاجات معينة typical يبقى بسمينا typical englishman المجموعة اللي بعد كده write a paragraph وده مهم جدا تعالوا النهاردة هنزاي اكون paragraph ازاي اكتب paragraph يعني اللغة اللي احنا بناخدها كلها بناخدها عشان اعرف عبر عن فكرة عندي في شكل جملة شكل جملة يتكون من ايه من subject الفعل بتاعها والفعل بتاعها فبيجيب لي في السؤال paragraph عندي بولي اكتب paragraph احد الموضوعين التاريين هاختر موضوع احنا نهاردة معنا موضوع واحد هنكتب فيه وازاي نكون جملة نكتب فيها بولي a visit uncle's farm زيارة الى مزرعة عمي يعني في زيارة هنعملها احيانا بيزودني بي بعض الاسئلة والاجابة على الاسئلة بتكون لي جمل بس انا محتاج اكتب كام 60 كلمة والاحيان الاخرى بيديني بعض الكلمات واقول لي استخدم الكلمات دي يبقى اشوف الكلمة دي تنفع فاعل subject احط لها مفعول بعدها ولا الكلمة دي اجيب لها فاعل وبعدها اجيب مفعول بعدها وهكذا طب هنا لو كتبنا قال لي هديني افكار هنا بيقول لي الفكرة اولى من خلال سؤال بولي ممكن نستخدم النقاط الاتية اول سؤال بولي يبقى لو طلب مني اكتب عن زيارة لمزرعة عمك زيارة لمكان ما زيارة لمعلم ما يبقى في البداية لازم اذكر له متى زرت هذا المكان ومتى زهبت لي يبقى هاذكر بعد ذلك زهبت ازاي ورحت مع مين السؤال اللي بعد بولي where it is طب المكان ده اللي انت رحله فين يبقى حدد مكانه وعلاقتي بي ايه وعلاقتي لنه الشخص اللي انا رحله فيه number three بول what you did and so هدطر بقى اقوله ايه اللي انا عملته في المكان اللي انا رحته شفته يعني اللي بقولي زيارة مثلا الاهرامات يبقى رحت الاهرامات عملت هناك طب زيارة للبح كذلك and so ما الذي رأيته الفكرة الرابعة من خلال الاجابة على سؤال what do you think of it دايما في اخر البراجراف بعد اكتب اللي انا كتبته اقول رأي في الموضوع الاخصي الكلام اللي بسمها conclusion عبارة عن كاني بقول رأي في الموضوع او بنصح به او هكذا تعالي لو انا كتبت البراجراف بتاعي هيبقى كده بس هيبقى بالمنظر اللي انتو شايفينه ده انا عندي كلمات والكلام عايز اكمل يعني مثلا هتطر استخدم كلمة زي visit زرت من اللي زار يبقى جيب مين زار ايه طب اللي انا زرته بيعيش يبقى الف زي هستخدم فعل الف يعيش بيعيش في مكان ده هجيب كلمة زي كلمة باي اللي بواسطة انا رحت بواسطة ايه بروحت قطار سيارة ماشي طب لما رحت المكان ده يبقى هتطر استخدم حرف جر زي وذ اللي هو مع مين اللي رحت طوله ده عنده ايه هاز هتكلم ما عند اللي عمي ده عنده ايه ما يمتلك farm الفارم المزرعة يبقى المزرعة فيها ايه طيب ميت هستخدم فيه فعل ميت قابل يبقى من اللي قابل انا قابلت قابلت مين اذا paragraph يعني انا بضطر او انا محتاج استخدم كلمات معينة عشان تأدي لي معنى عشان المعنى يوصلي فيه ترتيب للكلمات بتاعتي كل كلمة لها وظيفة هحط الكلمة في المكان اللي الوظيفة بتاعته تباني يعني الفاعل في اول الجملة انا بتكلم انا اقول اي طب حدي تاني my brother my sister طب بتكلم على شيء the tractor زي ما قلنا the far وبعد ما ببدأ بالsubject بجيب الفرب الحدث الشيء اللي بعملونا انا زرت ب i visited انا رأيت ب i saw الفاعل التاني الاخر طب بعد ما اجيب الفرب بقول المفعول اللي هو الobject اللي واقع عليك كلام ده زار i visited my uncle i saw some beards i went to كذا يعني بعد ما نجيب الsubject بجيب الobject ممكن دي سماها simple sentence اطول اعمل enlargement sentence ازاي اكبر الجملة بتاعتي باكبرها ازاي ان انا بحط حاجة adverb of frequency فاعل او ظرف من ظروف التكرار زي always يجوالي ممكن اجيب سفة ممكن اجيب حال في الاخر تعالوا نشوف لو انا كملت الكلمات اللي عندي دي وهيطلع من عندي براجراف هنشوف ايه اللي انا زودته عشان ادي لي البراجراف اللي انا هشوفه ويكمل ستين جملة وكمان زيادة ويحمل للمعنى تعالوا نبصوا كده الكلمات اللي معايا هنا اللي في الاخر بقول لي يربي مين اللي بيربي يربي ايه يزرع يبقى هجيب فاعل يزرع يزرع وبيزرع ايه اخزني مين اخزني وداني في انتو يبقى يبقى هركبوها فيه يطعم مين الفعل اللي يستخدم فاعل فيه يغز يطعم يأكل في المزرعة يبقى انا رحت عند مزرعة عند عمي زرعت ايه وفي الاخر استمتعت بقى انا بتكلم بقى عن رأي في الزيارة اللي زورت فيها مزرعة عمي لو انا كتبت ده البراجراف هيطلع معايا زي ما انتو شايفينو كده الكلمات اللي هي موجودة معايا انا كتبتو انا او انت كتبتو هتلاقي معايا يقول لي I visited my uncle last week he lives in a village near Giza I went by car I went with my parents and my brother my uncle has a small farm I met my uncle and my cousins my uncle grows wheat and vegetables he keeps some cattle and sheep my cousin took me to the fields I drove their tractor I helped feed the sheep I enjoyed the visit very much اه البراجرافك كتب ايه اللي انا عملتو لما جيت اكتبو ما عملتش مستحيل ولا معجزة ده كلام بسيط جدا شايفين كلمة اللي بالله بيضاء اللي كان موجود عندي انا زودتول الفاعل I I visited بعد ما زودت الفاعل زورت مين جبت الابجيكت المفعول بتاعي لي my uncle وزودت الجملة بقى بظرف زمان اللي هو مين last week مهم جدا عفوا ان انا ابدأ السنتنس بتاعتي بكابتال لتر او واحد ينسى الموضوع ده خلصة الجملة احطه في الستوب ودي من القواعد البنكتوشن المهمة عندي في كتابة البراجراف الجملة التانية هتبدأ يبقى تعرف الجملة التانية بدأت ازاي انها ابدأ الكلمة بحرف كابتال عفوا هي اللي هو مين ماي انكل بيعيش انا كنت كاتب live in بزودت عليها هي الفعل وجوبت المكان قرية ممكن ان تقول وخلاص من القلية في نير جيزة بالقرب من الجيزة خلصت الجملة فلسطوب ما انساش احط فلسطوب في اخر الجملة هنا كان عندي بواسطة يبقى يجيب من الفعل اللي قلت وحطيت الفلسطوب كان في عندنا معه يبقى معه مين عمل ايه مع مين انا زهبت مين بقى انا روحت ازور عمي كان معايا والدي خلصت الجملة فلسطوب لما زورت هناك لقيت اني ماي انكل شايفين حرف الام كابيتل لاني الكلمة الاولى من الجملة ماي انكل هاز اه كان فينا هاز يبقى هذا سمول فارم عنده مزرعة صغيرة اي مت قبل تاني اناد ماي انكل سوري and my cousins خلصت الجملة هاكد تاني في نهاية الجملة بحط في الستوب الجملة التانية بتبدأ يبقى كل الجملة لو خذتنا لنا سيمبل سنتنز جملة البسيطة subject verb object التطوير عندي اللي لنرجمنت بزود حاجة بسيطة الجملة اللي بعدها الsubject دينا مين my انكل الفاعل الverb مين grows my انكل grows عم بيزرع بيزرع ايه ده الobject اللي هو مين wheat and vegetables خلص الجملة جيب لي verb كيبس يبقى جيب لي الverb subject من اللي بيربي هي كيبس بيربي بعض الكتل الماشية انشيب والاغناء فينا talk في الباست took me my cousin ابن عمي took me to the filters استحبني الى الحقول i drove كان في هنا كلمة tractor علاقة tractor اللي هو القرار هل القرار الفعل subject تفاعل ابدأ به لا ده هو مفعول الفعل اللي يقع عليه فعل قيادة القرار او ركب القرار من اللي الان بالعملية انا قربت اقول i drove ممكن اقول i drove tractors بس انا قلت tractors بتاع مين i drove their tractor خرص الجملة i help feed the sheep ساعت فيه طعام او اكلت الاغنام وفي الاخر قلت رأيه في الرحلة لانا روحت دها دي اد لو انا عدينا التلمات هنلاها تتجاوز 60 words اللي بعد كده السؤال اللي بيجي لنا في المتحان اللي هو translate الترجمة translate كل كلمة ترجمها بالحرف بترجم المعنى اللي انا شفته والجملة في الانجليش غير الجملة في العربي يعني جملة الانجليش جملة في اللغة الانجليزية نوعين سؤال او جملة خبرية جملة خبرية لازم تبدأ بفاعل هو اسم اللي احنا يبقى عليه في العرب عندنا مبتدأ وبعدين الخبر بتاعه اما الجملة في اللغة العربية فعندنا جملة فعلية وجملة اسمية فلما انترجم الانجليش العربي يستحصن استخدم الجملة الفعلية ببدأ بالفاعل اللي هو بيعمله او ابدأ بالفاعل تعالوا نشوف الجملة اللي قدامنا كده باللغة النجهزة مكتوبة زي تعالوا معاين نشوف كده الجملة اللي قدام يتقول يبقى الفاعل 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 بتاعه يبقى هذا اسم اشارة هذا القرار بيستخدم بيستهلك هنا هل هيستخدم لكن القرار معناها بيستهلك اذا عندي الفاعل بخط المعنى بتاعه للفاعل فيه الوقود اللي بيستخدمه أقل من معظم الجرارات الأخرى يبقى الترجمة بتاعته لهذا الجرار يستهلك وقود أقل من الجرارات الأخرى الجملة الثانية بيقول زي ما قلت الجملة المخضنة من كتاب المدرسة على سي احنا اخذنا الكلمات وعرفنا بدأ بي جرو الفاعل بيعمل جرو يزرع يبقى بنزرع بنزرع مين بنزرع بعض الرز بعض كل رزنا كل الرز اللي بنكله يبقى الفاعل نحن بنزرع رز بتاعنا فين نحن 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 ما كتابتش نحن ليه ما نحن عندنا في العربي في حاجة اسمها ضمير فاعل أو نون الفاعل أو ما يبقى لنا النون دي مكان وي ابقى احنا لو احنا اخدنا بالنا باللي فات ان اسئلة الجرامر محتاج اراجع النقاط الجرامر بتاعت كويس بمعنى ان انا اللي احنا اخدناه من شوية present perfect simple اللي هو هاف أو هاز التصريف الدالت واخدنا استخدام sense وفور اللي بتيجي مع present perfect sense وكذلك present perfect continuous اللي هو هاف أو هاز زائد بين زائد الفاعل ing تعال نشوف نترجم من العربي للانجليش تترانسليت انتو انجليش عشان ترجم من اللغة العربية للغة منفقش هترجمها مش ملازم زي كلمة ان وقد لانا عندي جملة زي دي كده بقول عملية البسترة تدمر كل الكائنات الضرة في الحليب وبدأ بعملية البسترة في العربي الصفة بتيجي بعد الموصوف لكن في الانجليش الصفة بتيجي قبل الموصوف اللي هو الاسم فلو عملية البسترة تدمر الفاعل عندنا يدمر يبقى هنا destruct كل الكائنات كل يعني كل وكائنات يعني وكائنات ضرة يبقى الكائنات دقائق اللي هي ميكرو أرغونيزمز وضر يعني هارمفول هاجيب هارمفول قبل الكائنات وضرة في الحليب اللي هو الملك يبقى لما اتكلم عنها هقول هبدأ بمين بكلمة عملية ولا البسترة هبدأ بي طب انا ممكن اقول ابدأ بسترة وممكن لا ابدأ بعملية يبقى اجيب حاجة اسمها The Process of Besterization عملية البستر بتدمر All the harmful microorganisms تدمر كل الكائنات الدقيقة في الحليب اللي احنا بنشرب تبقى لما ترجم من العرب الانجليش خلي بالي ان الانجليش لازم يبدأ بالفاعل لو جبت الصفة هنا The Process الجمله اللي بعدها اسف على تأخري للمرور كان سيئا جدا انا باعتذر عملت الشيء غلط يبقى اقول ايه بدأك آسف على الشيء باستخدم كلمة ايه يبقى خلي بالي عشان استخدم حط بعدها الفاعل اخر اي اين جي لما انترجم نقول انا اسف انا ايه? ا آ لتأخري. يبقى احنا لما احنا ارجعنا الاول خالص هنرجع لأول شريحة اللي احنا قلناها في أول حاجة اللي هي هنا بتكلم على sense و for وبتكلم على just wait وقلنا فيه present perfect symbol و present perfect يريد نشوف معايا لو انا اتكلمت على الفرق ايه هو present perfect بسرعة كده لان الناس يمكن عايزين نشوف ايه هو present perfect معايا present perfect المضارع التام فيه present perfect symbol وفيه present perfect continuous بقول علي ان هو نتيجة المضارع البسيط يعني نتيجة المضارع البسيط يعني بيقول لي ايام ايه انا بأكل نتيجة الاكل انا اكلت لو انا رسمت هنا بصيت هنا بقول لي ان الشخص ده بيعمل ايه بيقفز هو بيعمل ايه بيقفز دلوقتي اقول هاي از جامبنج جامبنج هنا معناها بيقفز ده مضارع مستمر هو بيقفز نتيجة القفز انها هلاقيه هنا اصبح عمل ايه قفزه يبقى هيبقى بريزنت بيرفكت سيمبل قول لي هاز هي هاز جامبنج يبقى خلي بالي بريزنت بيرفكت سيمبل اللي هو هاو هاز زائد المضارع زائد التصريف التالت اقول هلا هاو هاز هاو هاز هاو هاز زائد البست بارتسبل الفرق بينه في البرزنت بيرفكت كونتانيوس اللي بتكلم عن المدة اللي قطعتها في عمل شيء بستخدم مين هاو هاز زائد بين زائد الفعل المضاف اليه آي ان جي يبقى هيفرق معايا بكده ايو هيفرق كتير في المعنى بتاعه اقول هاو هاز بين هاو هاز بين زائد آي ان جي بيجي معاك كلمات اللي احنا شفناها ده زي هنا شايفين الجملة اللي قدامي دي هاو بين ويتنج طيب هاو بين ويتنج هنا معناها مستمر في الانتظار بمعنى بقاله عشرين دقيقة منتظر طيب نمبر تن كنا قلنا وي هاف ليفد هير قدمنا هنا سينس وشفنا البرزنت بيرفكت كونتانيوس في الجملة دي لو انتم فاكرينها هنا بقولها شي هاز بين ستاديينج شي هاز بين ستاديينج انجلش يعني بيدرس اللغة الانجليزية بقاله كم سنة بقاله تلات سنين ولسه بيدرسها بتكلم على المدة اللي بيدرسها نمبر تولف واللي دي هاف بين هنا مضارع تام بسيط محدش بين هنا في المضارع التام المستمر حطه في المضارع التام البسيط زي الجملة اللي قدام لديها في رقم 13 وإحنا حلناها مع بعض بمعنى أنا بذاكر الماس اللي هو الحساب بقالي او الرياضيات بقالي ساعتين يبقى تكلم عن المدة فقولنا هاستخدم المضارع التام المستمر اللي هو هاف بين ستاديينج نمبر فورتين برضو كنا اخذنا مين هاز بين جرونج لو بزرع قمح لمدة تجاوزت الخمس ستنين نتكلم عن المدة ونتكلمنا عن إن أنا لما بكلم عن الشيء اللي تم فعله بالزبط يبقى بستخدم المضارع التام البسيط لكن المضارع التام المستمر والزمن المستمر عموما ما بيجيش مع بعض الأفعال اللي هي أفعال التفكير أفعال الشعور والإحساس اللي هي الحواس وأفعال الامتلاك والأفعال زي believe و understand وهكذا زي فعلي no بل ماي فريند محسن فورتين ييرز I have been knowing ما تنفعش ليه عشان فعلي no ما بنفعش أحط له ing فكنا خدنا هنا I have known طيب أما في الرقم 16 لو خدنا بالنا إنه يتكلم على 5 مليون لتر 5 مليون من لتر من الحليب يبقى ما تم إنجازه فاستخدمنا هنا مين أي واقع استخدمنا have been ولا have been بس يبقى has produced اللي هي المضارع التام البسيط خدنا في الأول اللي ونحن نفاكرين في أول جملتين خالص عايز بس أركز عليها اللي هي استخدام just wait تفاكرين أنا استخدام just wait just بتتكلم عن قرب انتهاء الحدث معين يعني واحد داخل عند البيت بيقفل باب ويقعد or he has just come لسه واصل لسه خارج دلوقت or he has just left طبعا أنا لسه رجع من الصعيد or I have just مكان just في الجملة بيجي فين بين الموديل أو بالفعل المساعد اللي عند or have وبين التصريف التالت or I have come back فاستخدمنا هنا I have just مكان yet اللي معناها لم يفعل يعني معناها اقول انا لسه ما عملتش الكلام ده حد بسألني خلصت اقول I haven't finished yet يعني لم اخلص يعني لسه ما خلصتش بمعنى انا لسه كلمة لسه ما عملتش اللي بحطها باخر الجملة لها yet have you driven it يعني اشتري حاجة لسه هل قدت هذا يبقى في السؤال هل فعلته I haven't دايما هنلاقي بعديد في اخر الجملة معها في اول الجملة haven't اللي هو المضارع التام المنفي لهافنت أو هازنت ورجعنا مع بعض استخدام ah necessity الضرورة الالزام انا لما يكون بتكلم على انا هناك ضرورة عمله مفروضة عمل الكلام ده فباستخدم حاجة اسمه have to او هازتو have to او هازتو يعني من الضروري ان تفعل النافية بتاعها دائم نفيها don't have to او doesn't have to وعشان كده خدنا هنا have to هنا خدنا في السؤال باسأل دائما باسأل do you have to او does he have to رجعنا كمان معانا استخدام النافية بتاع هنا don't have to الباست كونتينيس رجعنا الباست كونتينيس هو الماضي المستمر ايه هو الماضي المستمر الماضي المستمر اللي بتكلم عن فعل كان مستمر اثناء حدوث فعل اخر فعلين حصلوا في الماضي فعل استمر واخد وقت اطول وقطع وحدث اخر زي يقول as they were getting هما بنزلوا من الباس getting واحد منهم وقع وكسر رجل او عوى رجل ويبقى where getting ده الفعل اللي كان مستمر وده اللي قطع خدنا بعد كده اللي قلنا بروك في الماضي رجعنا الكلمات اللي عندنا معه وقلنا انه بعدها وقت وقت يعني مدة مش معروفة 1997 1997 بيجي دايما بعد كلمة كلمة تاريخ زي ده او اسم شهر ممكن بس مع لكن مع الجملة اللي اللي رجعناها بعد كده مع شايفين هنا اللي تلات سنين حط قبلها خلنا بعد كده مراجعة على الكلمات اللي احنا خدناها الفوكادري نرجعها معنا كويس وبعد كده والمهم اللي انا عايز اركز عليه لو انتم معايا هنركز على البراجراف احنا قلنا في البراجراف عشان هحقل البراجراف والمحادسة الدائلوج اللي احنا هنبص عليه تاني كده دي مهم جدا لحس اللقاء الجيه ان شاء الله هنحاول نجيب اكتر من دائلوج محادسة معنا عشان نتدرب عليها ونشوف مهارة تكوين السؤال ونشوف ازاي اجاوب عليه يعني السؤال اللي قلنا عليه ها وار يو ده سؤال معروف عايزين بقى نكون اسئلة اكتر السؤال اللي بجاوبنا عليه باي فزيتد هو كان هنا كاتب وات دي دو فتب فين دول اللي كانت هنا موجودة شلناها وحطنا مكانها فزيتد السؤال اللي فيه ايس او نو بس اقل بهل فعل مساعد الفعل المساعد عندي جبتوا منين بكلمة انجويد انجويد فيها ايدي يبقى ابدأ بيداد رجعنا بعد كده زي ما قلت مهم جدا اللي هو الكلمات ديت عشان كده لازم الناس تكون مذكرها معايا وحفظها عشان نحل السؤال البراجراف بس تفيد من الكلمات دي وهارجع تاني لسؤال البراجراف وهنوه الى حاجتين مهمين جدا وهي ان انا اكون جملة بسيطة عشان معاكوش الدنيا جملة بسيطة سيمبل سنتنز يعني ان ابدأ بالشخص او الشيء اللي هيقوم بالفعل بعد كده الفعل دا عمل ايه بعد كده المفعول عايز اطول الجملة بتاعتي اطول بيها باي حاجة تانية زي ما شفنا احنا طولنا هنا في زي كبرنا الجملة دي الجملة كانت معمجودة عنها عاية ده الفعل جبت له الفعل بتاعه يو فيزيتد يبقى الفرب بجيب له الفعل بتاعه وبعد كده بجيب له المفعول اللي هو وقع عليه الفعل. زورت مين? شايفين كده? يبقى زورت عمي. ومهم جدا ان في سؤال البراغراف اللي هي قواعد الاملائية القواعد الكتابة اللي هي الترقيم. اخلي بالي واركز ان انا هبدأ بحرف كابتل. الكلمة الاولى تبدأ بحرف كابتل. الجملة انتهى بفلسطوب. اسماء المدن والدول زي ما شفنا بكلمة جيزة. يبقى حرف كابتل. اسماء ايام الاسبوع تبدأ بحرف كابتل. الضمير اي اللي هو انا يكتب دايما كابتل. بعد كده كلمنا على الترجمة. والترجمة مهارة بنكتسبها من كثرة التمرين. وده اللي هنعمله بعد كده ان شاء الله في لقاءاتنا القادمة هنحاول نتارجم كتير ونكتب باراغرافات اكتر عشان دي المهارة اللغوية كلها بتنشأ من ان انا ازاي استخدم اللغة بتاعتي. استخدم اللغة عشان نكمل الكلام ده. وان شاء الله الحلقة الجاي ان شاء الله هيكون معنا تمرينات اكتر ونمازيك اكتر متحان. والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة.